دخل عليه أحد المحتاجين المأسورين بسك شرعي رائد للمتعة وسق للمواهب الشبابية مساهما لنهضة الرياضية الكبرى وهي الأولى في المنطقة الوسطى وفي السعودية أبو مساعد أنا رجل بيني بين السجن سبعة أيام أو ثمانة أيام طالعا بكفالك وهذا سك معي سحب دفتر الشيكات وصرف لقال هذا وفيه الدين وهذا لعيالك كان هناك بعض المتطفلين وجاسين قالوا له يا أبو مساعد هذا نصراوي فقال وإذا كان نصراوي ألا يتحق له هذه الحسنة أو الصدقة عبد الرحمن ابن سعد ابن سعيد رمز نادي الهلال فأكمله بدرا حتى شاع للعالم بطلا مآثر وأعمال خيرية لا تعد ولا تحصى فمنه العطاء دون انتظار رات موسيقى براسه بشير في آخر ثانية في آخر ثانية في آخر الدقائق قولة لها بس في العام سبعة وسبعين ولادة جديدة للكرة السعودية في المنطقة الوسطى حيث البداية كانت بالقرب من هنا وسط حي الظهرة حيث مر من هنا عبد الرحمن بن سعيد بالقرب من هذه المباني البدائية حيث قام بالسجار أول مقر للادي الأولمبي قبل تسميته بالهلال حيث مقرا للإدارة ومعسكرا لللاعبين موسيقى في الظهرة وسط العاصمة الرياض كانت بداية شيخ رياضيين عبد الرحمن بن سعيد قبل تأسيسه للهلال موسيقى العم عبد الرحمن الموزان رياضي عريق وهو الجليس لعبد الرحمن بن سعيد مواقف وذكريات لرفيق دربه في البدايات حيث كان أبن سعيد شيخ دين وقارئ عند الشيخ محمد بن إبراهيم في دخنة وسط الرياض كان في بداياته يقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في مسجد الشيخ محمد إبراهيم في دخنة وكان شغوفا بالرياضة ولكنه لم يترك الأسس الدينية وقراءة الكتب وكذا ولكنه حب الرياضة وأثرت عليه تأثيرا قويا وسلك الرياضة حتى أن أبو سعد عليه رحمة الله كان يتمنى أن يرجع ابنه عبد الرحمن إلى المجال الديني وهو لم يترك المجال الديني كان متدينا كان يقوم بكل الواجبات ولكن حب الكورة الطريق لم يكن ممهدا لإبن سعيد حين قرر الدخول للمجال الرياضي في وقت كانت الممارسات الرياضية توصف بالفسق فأصر بحكمة بدخول الرياضة للمنطقة الوسطى والدعم الشباب رياضيا واجتماعيا بل بوقفات إنسانية وأنشها في الوقت اللي كانوا أهل الرياض يعتبرونها من الممارسات الفسوقية ولا يخضمون كرة القدم ويعتبرونها من أعمال غير محبوبة عندهم ولكن استطاع بحكمته وبقدرته وبما أعطيه من مال ومن فكر واسع أن يرسخ المفهوم الرياضي أن يجذب البطولات للمنطقة الوسطى في عام الواحدة الثمانين ضد الوحدة في عام الاربع وثمانين ضد الاتحاد وضد حتى أصبح غمزا من الرموز الرياضية ولكن السؤال هل كرم هذا الرجل عن ثالث لم يكرموا أبدا في العام سبعة وتسعين مر من هنا عبد الرحمن بن سعيد حيث حقق نقلة النوعية لنادي الهلال في هذا المقر ومن هنا بدأت رحلة الإنجازات الزرقاء لأغلى الأندية في المنطقة الوسطى وفي هذا المقر ملعبا لكرة القدم والسلة ولكرة الطائرة وصالة لتشغيل الأفلام السينمائية مسيرة خيرية ورياضية في دعم وعطاء لا ينتهي فيصل بن سعيد أحد الأبناء لمؤسس الهلال ووقفة على أطلال والده في المقر الثالث لنادي الهلال مكان مر من خلاله بن سعيد إذ يعد هذا المقر نخضة ونقلة نوعية لنادي الهلال في التسعينيات الهجرية وطبعا في النادي الحالي اللي هو في الشميس في شارع العصارات هذا طبعا كنت أجي معه باستمرار كان يأخذنا معنا وقوي فهد وكنا نجي باستمرار معه وكان طبعا النادي كان كبير بالنسبة لنا فكان فيه ملعب خلف النادي الكرة اليد وكان دائما يقول المسؤول عن الكور أو زي كذا وخذ الأولاد عطهم كورة خلهم يلعبون وراء ويجون بعض أبناء مشجعين النادي ويلعبون معنا كورة يعني في النادي هذا بعدين انتقلنا للنادي الجديد اللي هو الآن الموجود فيه كان النادي هذا نقلة نوعية يعني غير طبيعية فكنا نروح معه أيام الأسبوع دائما فكنا دائما اللي هو في العراج كنا دائما معه باستمرار يعني أروح معه والنادي ونتقابل باللاعبين نتقابل بعضها شرف الهلال نتقابل بجمهور الهلال وكان دائما جمهور الهلال إذا دخل الوالد النادي وكن معه يشوفهم دائما يصيرون حواليه يسألون عن كثير من أمور الهلال يسألون إذا صار الهلال في مستوى مثلا سيء يستفسرون من ليش كذا وليش كذا فهو كان يجاوبهم بريحية وكان يوقف معهم بالساعة بالساعتين بالثلاث ما كان يتدمر من ذا الأمو كان يعني مبسوط أن جمهور الهلال مهتم بالفريق لهذه الدرجة عديد من اللجان والعضويات بالإضافة لرئاسته لثلاث أندية من أهم الكيانات الرياضية وبات ناديه ملتقا للرياضيين بمختلف ميونهم توثيق لرحلة مكانية لمن أسس الكرة وأندية المنطقة الوسطى في عمر لا يتجاوز العشرين عام لازم كان من ضمن الشروط لازم تكون موجودة إدارة فقدموا بعض الشخصيات اللي كانت موجودة ذاك الوقت قدموا خطاب للوالد أنهم ينضمون كأول إدارة وقيمة النادي الهلال هذا في عام 1380 ما قبلها كان هو يصرف من جيبه وكان مستأجر مقرين تقريبا المقر الأول والمقر الثاني والثالث على ماذا اللي في شارع الظهيرة يعني كلها كانت على حساب الوالد يعني حتى في حقبة أول إدارة كان هو المسؤول عن الأمور المالية عن الأمور الإدارية كان هو المسؤول عن كل شيء في نادي الهلال عامل من أجل خدمة الرياضيين في بلاده واهتم لتطوير ناديه ليضع بصمة لنادي الهلال في حصد بطولات عديدة إذ يشكل رحيله نهاية فصل في تاريخ الرياضة والرياضيين في السعودية محمد المشاري MBC الرياض